لم تشهد الأزمة السورية حلحلة منذ اندلاعها أما اليوم فيبدو كأن عصاً سحرية ضربت المنطقة إيران تسعى لإقناع دول الجوار بأن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد هو الضامن للانتصار على الإرهاب خاصة وأن تنظيم الدولة بات التهديد الحقيقي للدول الإقليمية والغربية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف خاطب من دمشق من أسماهم باللاعبين الآخرين في الساحة السورية ضريف قال إن على هؤلاء اللاعبين أن يهتموا بالحقائق ويعملوا على مكافحة التطرف وصل ضريف إلى دمشق آتياً من بيروت حيث اجتمع بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وهناك أعلن ضريف عن رغبة بلاده وبالتالي حزب الله في التعاون مع كافة دول المنطقة لمحاربة داعش تزامن الحراك الإيراني مع تحرك لافت للسعودية نحو روسيا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بحث الملف السوري مع نظيره الروسي سرغي لافروف في موسكو لافروف يسعى لتسويق مشروع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الذي ينص على إقامة تحالف دولي جديد يضم تركيا والعراق والسعودية وسوريا لمواجهة الإرهاب ورغم أن السعودية رفضت التعاون مع دمشق في الحرب إلا أنها أكدت حرصها محاربة الإرهاب من خلال تحالفها مع الولايات المتحدة السعودية تمسكت بإسقاط الأسد لكنها تحدثت عن أهمية توحيد صفوف المعارضة المعارضة السورية متمثلة في الاتلاف السوري وقوى أخرى اجتمعت بمسؤولين الروس في موسكو تركزت الاجتماعات حول محاولة موسكو إقناع المعارضة بتركيز هجماتها على تنظيم الدولة عوضا عن محاربة الجيش السوري رئيس الاتلاف السوري المعارض صرح بأن موسكو ليست متشبثة ببقاء الأسد لكنها حريصة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ويرى محللون أن موسكو لم تغير موقفها من الأسد لكنها تحاول فقط حشد التأييد لدفعة جديدة للمساعدة في التوسط لإنهاء الصراع السوري ترجمة نانسي قنقر